اليوم شفنا هذا ما يسمى بوزير الأول ووزير الداخلية يقول لك فعل فاعل هم مباشرة قالوا فعل فعل هل لأنهم يعرفوا أن أصحابهم من هذا الجناح هم اللي داروها كانت عندهم معلومات أم أنها فقط هكذا باشي بعدوا المسؤولية على نفسهم هل هي فعلا بفعل فاعل واللي قام بها لأنهم قالوا أن في عدة أماكن طلقت في نفس الوقت إلى آخر دعنا نفترض ونمشوا معهم وهذا تصرحهم هم الآن بأن هذه الحراق بفعل فاعل طيب من هو الفاعل؟ أنتم الحكام؟ لماذا ما لقيتوش عليهم القبض من قبل؟ هل هم هذا الجناح؟ أنا شفت بعض الصفهاء اللي تابعين أيضا للعصابة يقول لك أن جماعة الماك يكونون قاموا بها أنا أستبعد ذلك شخصيا أستبعد ذلك شخصيا أهل الماك أو بالرغم أن الناس يعرفوا رأيه في الماك أنا أعترض تماما على مشروحهم وعلى أفكارهم وعلى طروحاتهم لكن قلناها دائما مدام هؤلاء الناس سلميين فالرد عليهم يكون دائما سلميا أنا أستبعد ذلك تماما لأن أكثر المناطق تضررا هي من قد تيزيوزو وبجايا والماك إذا عنده عناصر في الجزائر هم موجودين شوية في تيزيوزو شوية في بجايا وربما شوية في بويرة فأستبعد أن يقوم بحرق المناطق أنت أو هو وأنت أخوانه وأنت أو نسكنهما هذا مش منطقي بل أنه فيش عاقل يقول بأن هناك جزائريين يقومون هذه العصابة أو يعترضون عليها أو ضدها أو يريدون من يشعر في الانفصال أو هم اللي قاموا بهذه العمليات ما يمكنش هذا عمل مرجح فيه الأكبر هو أن الطبيعة مع الفشل الإداري مع الفوضى السائدة مع الزبالة المرمية في الغابات مع القراءة عن المشروبات الكحولية وغير الكحولية المملوئة بها الغابات زائد الفشل زائد عدم وجود إمكانية وربما ربما قد تكون هنا أو هناك بعض الذين قاموا أيضا لسبب أو لآخر ربما جمعا لحب العقار أو ربما هذا الجناح اللي راح في خصومة معهم هم يعرفون ليه هذا الجناح وعارفين التفاصيل قام بذلك لكن تحت أي ظرف كان هال مسؤولية الأولى والأخيرة تقع على الذين في أيديهم الحكم في أيديهم خزينة الدولة تحت أيديهم أكثر من خمسمائة ألف عسكري ومئات الألاف من عناصر الشرطة والدرك والمخابرات وحراس الغابات والمطافة وتقع المسؤولية الأولى عليهم إذا كانوا يعرفوا بأن هناك مجرمين وقالونا أن كان هناك مجرمين في موضوع خنشلة أين هم؟ مر أكثر من شهر خمسة أسابيع بالضبط مرت أين هم الذين أشعلوا خنشلة؟ وإن هم اللي قلتونا أيضا نحو وقعت في المدية من قبل وإن هم الذين أشعلوا العام الماضي؟ وإن هم الذين أشعلوا العام اللي قبلوا؟ أين هي لجانكم؟ أين هو التحقيق؟ أين هم الذين فعلوا ذلك؟ لماذا ما قدمتوا الناش ولا دليل؟ طبعا ممكن جيبونا واحد مثل دحدوح باش يجي يقول أنا قدرتها ولا البرلمان الفلاني قال لي ولا الانترابير الفلاني قال لي ولا حتى الجهة الفلانية قالت لي هذا ممكن لكن أين هي الحقيقة؟ أين هي الحقيقة؟ هذا راجع عقل شي فيه إلى فشل أمني ولكن الفشل الواضح هو في إدارة البلاد على كل مستوىات عندما تصل أن الناس تختنق لأنه مكاش قرع الأكسجين فهذه كارثة عندما يصل أن الرضع يموتون لأنهم لا يجدون الأكسجين عندما يولدون وتموت الناس الناس اللي ينفسوا الناس اللي يولدوا الناس اللي تولد يموتوا لأنه مكاش أكسجين فهذه مسؤوليتكم أنتم عندما يخرج ويتظاهر الناس في العاصمة وفي مدن الداخل وفي مدن الشاطئ وفي مدن الجنوب لأنه لا يوجد ماء فهذه مسؤوليتكم عندما لا تكون لدينا جهاز يتكفل بالمخاطر الكبرى حتى لا تتحول إلى كوارث كبرى فهذه مسؤوليتكم عندما لا يكون لدينا القدرة على مواجهة الزلازل ولا القدرة على مواجهة النيران ولا القدرة على مواجهة الفيضانات ولا نحضر أنفسنا فهذه مسؤوليتكم عندما نشتري طائرات عسكرية لم تستخدم إلا ضد الشعب الجزائري في حالات معينة أو لم تستخدم أبدا وقد لا تستخدم أبدا نشتري هذه الطائرات بالمئات ونشتري المدافع بالمئات ونشتري الغواصات وكأننا سنستطيع أن نواجه غواصات إيطاليا أو فرنسا بالنسبة لغواصات بحنة إيطاليا أو ألمانيا نشعارف كيف نقدر نواجه بها الغرب أم أن هذه الغواصات سنواجه بها غانا أو أغندا أو لا أدري عندما نشتري الغواصات فهذه كارثة في حين لا نشتري طائرات لإتفاء النيران هذه مسؤوليتكم أنتم عندما تكون الميزانية المعلنة فقط 11 مليار دولار من أقل من 40 مليار دولار من الميزانية الدولة كلية أي أكثر من ربع الميزانية ما يقع تقريبا الثلث إذا ازنالها الشرطة فإن أتروح للجنرالات فهذه كارثة وهذه مسؤوليتكم أنتم وهناك ميزانيات أخرى لا تدخل في الحسابات ولا يرىها الناس عندما نكون في أوضاع وين الناس وصلت أن تجوها وين الناس ما عندهاش عمل ولكن مع ذلك يروح شنجريحة ويكونوندي 4 مليار دولار أسلحة من الروس ويقول بأنه ربما توصل إلى 7 مليار دولار فهذه كارثة وهذه مسؤوليتكم أنتم ورحم الله الذين ماتوا ورحم الله الذين احترقوا وانبقوا أحياء ورحم الله كل من فقد عزيزاً وفقد حتى أشجاره وحيواناته وربي يكون معاهم في هذه الظروف لما تشهداء بإذن الله سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو أين كان شهداء بإذن الله ربي يتقبلهم عنده ويغفر لهم ويدخلهم جناته رحم الله الجميع ولكن إخواني بلادنا رحيطيها كل يوم يتأكد أن بلادنا رحيطيها كل يوم يتأكد أننا عايشين مع ناس أقل شيء رغم مسطولين أقل شيء إضافة إلى أنهم مجرمين ومتخلفين ورديئين ومنقطعين وانقطع نفسي وانقطع مكاني وانقطع زماني وانقطع أخلاقي وانقطع معنوي وانقطع مادي مع الشعب ومع البلاد يجب أن لا يستمر هذا الوضع كل يوم سنكون في حالة أسوأ لأن باختصار بسيط نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج ستمر ستأتي حرائق أخرى لا قدر الله وستأتي فائضانات أخرى وستأتي وستأتي وإذا كنا لا نعترض على قدر الله فإننا نعترض وبشدة على فشل ورداءة وإجرام الإدارة التي تدير البلاد لا نعترض على قضاء الله ونؤمن بأن لكل أجل كتاب ونؤمن بأن إذا جاء أجلك ما فيش اللي خلصك ولكن نعرف أن هناك أسباب ونعرف أن هذه الأسباب كما قال سيدنا عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله أنه إذا واجهنا وإذا عرفنا كيف نتعامل مع هذه الأسباب فإننا إذا لم نمنع الزلازل وكما يقول كل خبراء الزلازل إن الزلزال ليس هو الذي يقتل في حد ذاته إنما البناء والبنايات هي التي تقتل إذا كنا لا نستطيع أن نرد الزلازل أو نرد الطوفان أو نرد النيران أو على الأقل نخفف من الكوارث عندما نأخذ بالأسباب عندما يكون لدينا إضافة إلى المطافع نعطوهم الإمكانيات ونعطوهم ما يحتاجونه وما نضربوهم خرجوهم الجادرمية يضربوهم أو البوليسية ونعطوهم ما هو معقول باش يقوموا بدورهم في حماية الناس ثم يكون عندنا جهاز خاص كما هو في كثير من البلدان اللي يسمى مواجهة الكوارث الكبرى وأنا أبحث من بين الأشياء القيد تقرير أتمنى على المساعدة أن يضعوا على الموقع تقرير للبنك الدولي يتحدث عليه يتحدث فيه كيف ممكن مواجهة المخاطر الكبرى أي أن اليوم وبالمناسبة التقرير المترجم حتى إلى العربية اليوم لم يعود العلم والمعرفة والخبرة متوفرة بشكل رهيب خاصة لمن يتقنون اللغة الإنجليزية ولكن حتى بالعربية حتى بالفرنسية حتى بلغات أخرى هناك ما هو متوفر وتستطيع الناس أن تستفيد مش راح أن نخلقوا العجلة من جديد راح فقط يكونوا كين الناس يديرون هذه البلاد يحبوا البلاد يحبوا أهلها عندما أدار الكولون هذه البلاد خدموها هذا حقيقة نعترف بها بكل مرة صحيح قتلوا الجزائريين وجعلوهم خماسين وجعلوهم في أوسوء الحالات ولكن خدموا البلاد ما زالت أفضل بنايات لموجودة اليوم في الجزائر سوى في العاصمة أو في وهران أو في أماكن أخرى أو في عنابة هي البنايات اللي بناتها على الاستعمار الفرنسي بل أن هناك ما زالت بعض الجسور اللي من زمان العثمانيين من زمان حكم العثماني ما زالت بينما جسور تبنات في العهد الاستقلال أو حتى قبل 15 سنة وسئلوا أهل اللعواط على جسر تحطم تبنا في 2006 وتحطم بعد 3-4 سنوات خسروا عليه الملايير عندما يكون عندنا حكومة ونظام حكم يحب الشعب ويحب البلاد نقدر نواجه كل المخاطر الطبيعية والبشرية الأعداء والمتربسين عندما تكون لدينا كمشة منها الخبثاء عندما تكون لدينا كمشة من الفشلة ومن القتلة عندما تكون لدينا كمشة من الجنرالات ولديهم واجهة بائسة أبأس منهم وأسوأ منهم فإن البلاد ستعرف مزيد بكل أسف وألم هذا هو المصارب الطريق البلاد ستعرف الكثير حتى يستطيع الشعب أن يضع حد لهذه العصابات ويقيم دولة المدنية يقيم دولة تكون فيها الشفافية وتكون فيها المحاسبة ويكون فيها القانون ويكون فيها العدل ويحاسب كل من يقصر وليس يعطى مناصب أعلى لأنه عنده المهار وعنده جنرالات وعنده إخواني ظروف عصيبة يجب أن نتعاون فيها جميعا والحمد لله أنا شخصيا اليوم شفت صور رائعة الناس من العاصمة دايين الكاميونات انتاحهم بساكين عندهم ستيرنات يخدموا بيهم رايحين بيالتيزي والزو الناس من سوق هراس رافدين شباب ومتجهين اللي حاربوا الحراق منتع الشهر الماضي ومتجهين إلى إلى جيجلوب جاية وتزيوز الحمد لله هذا الشعب فيه خير وفيه خير كبير وشفنا شفنا خاوتكم في الخارج كيف واجهوا هذه العصابة اللي رأي تمنع من دخول المعونات وما زالت تضع العراقين ومع ذلك فالجزائرين مصرين على اللي في الخارج باش يعاونوا خاوتهم في الداخل هذا التكافل هذا التعاون هذا هو الذي يرفع من معنويات الجزائريين ويعرف أن رحيل هذه العصابة هو الحل لكن بشرط أن نكون عقلاء ونكون حكماء ونكون قادرين على إدارة مرحلة انتقالية ستكون هي أيضا صعبة وصعبة جدا ترجمة نانسي قنقر